اشتركوا في القناة احد اهم البدائل المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهي اليوم ضرورة حتمية وعاملا اساسيا في دافع عجلة الانتاج وتحقيق الاستقرار والنمو في حال نظوب نظيرتها التقليدية مما يوفر فرص العمل الدائمة ويساهم في تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والحفاظ على البيئة والجزائر كغيرها من الدول تسارع في الانتقال نحو اقتصاديات الطاقات المتجددة عن طريق جملة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتوازن البيئي من خلال آلية ترشيد واستهلاك الطاقات الناظبة وتثمينها والعمل على احلالها بمصادر الطاقات البديلة لذا ترعن الجزائر على بلوغ نسبة 30% من هذه الطاقات بحلول سنة 2030 والتي تشكل البديل الأمثل والأنظف لتلبية الحاجات المتزايدة للمواطن إذن ما هي البرامج التي تريد الجزائر من خلالها الاستثمار في هذا القطاع الواعد وكيف تتمكن من تخفيض فتورة استلاك الغاز ومتى تتحرر بلادنا من الاعتماد على الوقود الأحفوري وإلى أي مدى تم تكريس النظر الجديد لتطوير استغلال الطاقات المتجددة محاور وتساؤلات نحاول مناقشتها والإجابة عليها مع ضيوفنا الكرام خلال هذا العدد من برنامج رهانات اقتصادية ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستثافة السيد مراد شيخي مدير مركزي بوزارة الانتقال الطاقوي والتقات المتجددة مرحبا بكم معنا سيدي شكرا على الاستثافة شكرا على الحضور أيضا أسعد باستضافة السيد دالي كمال مدير المشاريع لدى الوكالة الوطنية لتطوير واستخدام الطاقة وترشده أهلا بكم معنا سيدي شكرا على الاستثافة شكرا على الحضور وأيضا أسعد باستضافة السيد تثاليت جلالي مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحبا بكم معنا سيدي مرحبا وشكرا على الدواء وأيضا أسعد باستضافة البروفيسور مهما بوزيان خبير في قطاع الطاقة مرحبا بك سيدي ومرحبا بكم جلالي شكرا شكرا إذن قبل البدء في المناقش والحوار نتابع هذا التقرير للزميلة مريم سي أحمد ونعود للنقاش الانتقال التقوي رهان انتهاجته الجزائر لبلوغ طاقة انتاجية عالية وفق خطة وطنية لتغطية 35% من الطلب الوطني فالجزائر غنية بمصادر الطاقة الطبيعية المتنوعة والتي يوفر انتاجها أربع مرات ما يعادل حاجة العالم من طاقة صديقة للبيئة نتكلم عن الأمن التقوي وهو جد مهم لأنه اليوم كما نرى أنه الاقتصاد أصبح متأطر بأسعار التاقة لما ترتفع وتنخفض الجزائر ومن طرف الوزارة الانتقال التاقوي اليوم تتم هذه الطروات التي تصخر بها الجزائر من طاقة حرارية جوفية الطاقة الشمسية فعالية الطاقة لما نتكلم على فعالية الطاقة نتكلم على استعمال المصابح من نوع التي هي من شأنها التقليل في فاتورة الطاقة فاستعمال الطاقة الإضاءة العمومية وحتى في المناطق الضل التي تلبي اهتمام كبير من طرف سيد رئيس الجمهورية والوزارة بدرت بتشجيع مثل هكذا والعمل ودعم هذا النوع من الإنارة العمومية وحاليا فيه أكثر من ربعين مصنع لإنشاء وصناعة هذا النوع من الإنارة العمومية هذا من بين النقاط التي نتكلم عليها مع مختلف القطاعات من قطاع النقل وقطاع الفلاحة والذي يجب أن نلعب الضور مهم هنا للانتقال التاقوي كذلك نتكلم عن السيارات الكهربائية والتي تدخل في برنامجنا في برنامج الحكومة فهذه الطريقة التي تجعلنا نقلل من استغلال الطاقة نتكلم كذلك على طاقة كبيرة تتمتع بها الجزائر وخاصة بتضاريسها وموقعها وهي الطاقة الرياح واستعمال التوربيضات التي من خلالها يمكن إنتاج الكهرباء الجزائر ستشرع في إنتاج الهيدروجين الأخضر كملاذ طاقوي جديد بعد إطلاقها مشروعاً طاقوياً ضخماً لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية وذلك لتحقيق نسبة 30% من الطاقة في حدود 2030 الاهتمام في مشاريعنا واستشرفنا بالهيدروجين الأخضر والتي تتمتع به الجزائر نحن نطمح إلى تصدير هذه الطاقة وبقيمة كبيرة لإضافة ودعم الاقتصاد الأخضر وضمان الاقتصاد نعم ألف ميجاوات هو مشروع أولي لكن نحن نطمح إلى 15 ألف ميجاوات لليوم وهو من بين التحديات ومن بين النقاط التي يجب أن نصل إليها خلق قاعدة صناعية في المجال وتطوير الابتكار لبلوغ 15 ألف ميجاوات من الكهرباء في الأفق من شأنه تقليص فاتورة الاسترادة وتحقيق الأمن الضاقوي في الوحان الشمسية الآن الحمد لله كيم في الجزائر تقريبا عندنا 400 ميجاوات سنوات في السنعة عندنا الكابل الموجود عندنا تحويل الكهرباء الترانسفورماتير تحويل الكهرباء هو خاص على كل حال بارتكولي ندار في أساسكا ورح ينتج لا بس الحمد لله أنا با بزوان دمبورتي والمهم جدا هو الزاندولور الزاندولور كان سيناعا رحيم قريب تدخل في الإنتاج إن شاء الله بلك على سنة إن شاء الله وهذا الزاندولور يدخل بالنسبة هامة بالنسبة للإندماج الوطني كل هذا السيناع التعليج الهيزة التي تدخل في إطار في إطار سنتر الفوتوفولتايك تنقص تنقص من الفاكتور دمورتاسون ديزكيبمون فوتوفولتايك فيما يخص مشروع ألف ميجا وات لإنتاج الكهرباء من خلال التاقة الشمسية تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط لتدارك الأخطاء والاستفادة من التجربة السابقة وهنا يجب التنويه بأنه في هذا دفتر الشروط سوف يكون الإدماج الوطني الإدماج الوطني لاستعمال المواد وكذلك الوسائل التي تستغل في هذا المشروع والتي تكون جزائرية من صنع جزائري لم يعد الانتقال التقوي أمراً اختيارياً فالمتغيرات الداخلية المتعلقة بالاحتياط الوطني من النفط والغاز وكذا زيادة الطلب المحلي والعالمي على الطاقة أصبح لزاماً على الجزائر أن تكون سباقة لتحقيق ذلك ربما أهم سؤال من الممكن أن يطرح في هذا البلاتو وموجه لي سيد شيخي متى تتحرر بلادنا من الاعتماد على الوقود الأحفوري سيد شيخي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أشكركم مرة أخرى على الاستضافة وعلى اهتمامكم بموضوع التقات المتجددة وأيضاً الانتقال التقوي هنا في الجزائر كما نقول إحنا الاستقلالية مئة في المئة من الوقود الأحفوري أو من الطاقات الناظبة هو يعني ماهوش في القريب العجل لأنه على غرار المنظومات العالمية بالنسبة للطاقة لسيستامي نرجيتيك نشوف أنه حتى الـ 2050 2060 الطاقة الناظبة رح تبقى في النموذج الطاقوي العالمي يعني موش فقط خاص بالجزائر إحنا على مستوى الجزائر يعني بالعمل اللي تقوم به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة نستهدف بلوغ 30% أثاق 2030 30% اللي رح تكون من مصادر نظيفة من مصادر الطاقات المتجددة خاصة الشمسية وخير دليل على ذلك هو الشروع في إطلاق مناقصة 1000 ميجاوات يعني اللي رح تكون سنويا وتدخل في برنامج الحكومة لأثاق 2035 واللي نستهدف 15 ألف ميجاوات هذا ما رح يلعب دور مباشر على فتورة الاستهلاك المحلي رح نقصه من الاعتماد على الغاز طبيعي هذا الغاز طبيعي يعني هذه الكميات اللي رح توجه سواء لإمورتاشون يعني الإكسبرتاشون للتصدير أو الاستعمالها يعني لجنراتيون فتورة يعني الأجيال القادمة وأيضا يعني من الجانب من الجانب البيئي يعني الاعتماد على الطاقات المتجددة يعني نفتحه قوس نعود نغلقوه فيما يتعلق بالمعاهدات يعني الجزائر فيما يخص المحافظة على المناخ اللي كانت مضات على التعاهد باريس 2015 للمناخ بتخفيض انبعاثات الغازات الدفئة يعني هذا رح يمد رسالة للمجتمع الدولي أن الجزائر ماضية في الانتقال الطاقوي ونحو تجسيد مشروعها الطموح فيما يخص الطاقات المتجددة شكرا سيد شيقي وأنتم تحدثتم عن تحقيق 30% من احتياجات من الاحتياجات الطاقوية بحلول 2030 أتوجه لكم سيدة هل ممكن تحقيق هذا على أرض الواقع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نجاوب على سؤال لابد نعود وكيف الانتقال الطاقوي الانتقال الطاقوي هذه الوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حديثة النشأة عندها عام ونص لانشأة هذه الوزارة وأهداف التي سترت في برنامج الانتقال الطاقة والطاقات المتجددة هما في أربعة الأول هو طاقات المتجددة هو وضع برنامج وطني للطاقات المتجددة الهدف الثاني هو نقص برنامج وطني للتحكم في الطاقة عندنا تاني عندنا تخز للإقتصاد الطاقة الجزائر الحالية تستهلك ما يقارب 65 مليون طون من الطاقة وهذه الطاقة طاقة حفورية عندنا 2% من الطاقة المتجددة والهدف الثالث هو وضع نموذج وطني للطاقة نموذج وطني للطاقة هذا على مدى المتوسط والمدى البعيد كيف الجزائر سوف تنتج وتستهلك الطاقة في 2030 وما بعد 2030 2040 2050 لازم نوضع هذه استراتيجية وطنية هذه مهمة جدا لكي نرى من وضع الجزائر كيف ستستهلك الطاقة وتنتج الطاقة وعلى بلكم لطاقة الأحفورية في الجزائر لدينا 10 الآن 10 عام حاليا الجزائر تنتج ما يقارب 160 مليون طن من الطاقة نستهلك 65 مليون طن ونصدر الباقي في آفاق 2030 رايح الجزائر هذه الوضعية التي نكمل بهذه الواترة في 2030 هذه الوضعية سوف تتبدل كل سنة لدينا زيادة الاستهلاك الوطني الداخلي بما يقارب 7% في 2030 تكاثر تعداد السكان تكاثر أعداد السكان وثاني المليون المستهلك الجزائري تطور في 2030 سوف 2030 كان بعض الخبار يقول 2030 وبعض الخبار يقول 2028 2028 2028 2028 رايحين نخط نخط une parité c'est-à-dire tout ce qu'on va produire si نقعد في هذه الواترة الاستهلاك سوف نصل لازم استدار الاستهلاك الانتاج يقالب الاستهلاج الداخلي وهنا لازم أدوى 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 أفار أن أربيت لازم لازم لنحق 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 الانتقال الانتقال النشو للجزائر لازم نبدأ اليوم لذلك السيد الرئيس الجمهورية أنشأ وزارة الانتقال الطاقوي لتوضع هذا البرنامج لتوضع النموذج الطاقوي في الجزائر لنه في 2028 لنكون لدي طاقات باديلة للطاقات الأحفورية ونحق الأجيال القادمة وكان تاني الهدف الأخير لانتقال الطاقوي هو وضع قانون وطني للانتقال الطاقوي الواصل للترانزيسيون الانتقال الانتقال في الجزائر وهنا كما سمعنا في البيتر لتوضع 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 كان صناعة محلية حديثة النشأة في إنتاج آليات آلات ومعدات التقاط متجددة وخاص ودرني ودو موات كان سخانة الشمسية ثاني سخانة شمسية كان سمعنا فيه 5 produكتور نسيون نسيون خمس مصانع صغيرة لإنتاج السخانة الشمسية وهذه السخانة أظن باللواحات الشمسية لا السخانة الشمسية السخانة الشمسية هو بديل لإستعمال السخانات الكاروبائية والسخانات التي تستعمل الغاز البيتر والغاز الطبيعي لتوفير الماء الدافئ هناك صناعة جديدة صناعة محلية أمام حديثة النشأة تخدم لتنتج هذه المعدات التي تستعمل في الطاقات المتجددة وسوف نعود إلى موضوع على الصناعات المحلية بالنسبة للطاقات المتجددة سيدة ساليت هل تم الاعتماد على الجامعات ومراكز البحث لتعزيز المهارات العلمية والدراسات الأكاديمية للعاملين في قطاع الطاقات المتجددة من أجل تحسين خدمتها في مجال إنتاج وتطوير هذه الطاقات النظيفة شكرا يعني اليوم وزارة تعليم العالي تلعب دور كبير في تطوير يعني الطاقات المتجددة على المستوى الوطني بالشاركة أكيد مع وزارة الانتقال الطاقات المتجددة وهذا ما نشوف على مستوى مخابر البحث ومركز البحث خاصة المركز الطاقات المتجددة اللي عنده كفاءات جد كبيرة فيما يخص سواء الانتقال الطاقوي أو تطوير الطاقات المتجددة بمختلف أنواعها ولهذا منذ نشأة وزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي نعمل بصفة دائمة معهم في مختلف المشاريع التي يمكن تطويرها وتطبيقها وأيضا لما لا تطوير بعض النماذج التي طورت على مستوى البحث العلمي وإنجازها في الواقع ولما نتكلم عن السخان الشمسي مثلا أو عدة أجهزة أخرى يعني الحمد لله على مستوى اليوم مثلا فيما يخص مركز تطوير الطاقات المتجددة عندنا اثنين مخابر التي تعمل بصفة مباشرة مع وزارة انتقال الطاقة والطاقات المتجددة من أجل لتست تست النماذج اجهزة التي تم تطويرها من طرف هذه الشركات تكنولوجيا حديثة متطورة وتواكب تكنولوجيا الحديثة عبر مختلف في أنحاء العالم أكيد لما نرى هذه النماذج التي تم تطويرها أو التي تكلمها عن المخابر بالتنسيق مع البحث العلمي نعم أكيد بالتنسيق مع البحث العلمي هذه المخابر التي تم تطويرها هي بشاركة خارجية أجنبية من أجل خبرة من أجل تطوير هذه المخابر والتي يمكن في المستقبل هي تقوم بالسيرتيفكاسيون تعمل مختلف الأجهزة التي تدخل في تطوير الطاقات المتجديدة ومشاريع الخاصة بالطاقات المتجديدة إن شاء الله أستاذ نعود لكم أستاذ مهما الكهرباء الفلاحية هاجز يؤرق معظم الفلاحين بمحيطات الجنوب الجزائر الكبير الذي تعول عليها الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الفلاحي سيدي هل يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية كحل ناجح ومستدام شكرا حقيقة ما تفضلتم به مهم جدا لأنه نحن الآن نتحدث عن استراتيجية الدولة الجزائرية في توفير الأمن لأنه لما ننظر إلى برنامج الأخير فقط لبرنامج عامل الحكومة تنفيذا مخطع من الحكومة تنفيذا برنامج سيدة إسجابوريا نجد لدينا ثلاث مستوات من الأمن لدينا الأمن التقاوي ولدينا الأمن الصحي ولدينا الأمن الفلاحي لما نقوم الآن بتشبيك هذه الجوانب الثلاثة للأمن نجد بأن كل عمادها أنه يقوم على الطاقة لأنه قبل أن نتكلم عن الفلاحة مثلا بالنسبة للصحة الصحة في كثير من لما نتكلم مثل حتى في المناطق النائية أو مر بمناطق الظل أو المناطق المعزولة لما يكون عندك مستوصف ما تقدرش تحافظ الأدوية أو الأمصال إذا لم تكن لديك طاقة لذلك من خلال هذا المثال لما نأتي إلى الفلاحة الآن رهان دولة جزائرية أن الفلاحة والزراعة هي عماد تحسين حياة المواطن وكذلك اقتصاد البلد لأن لما نصل إلى إنتاج مهم جدا من المنتوج الفلاحي أعتقد هذا يتطلب عدة عوامل لتعزيز هذا المنتوج واستفاحجات السوق الوطنية والتوجه نوع أدحو التصدير أول أشياء يتطلب إليها الفلاحة وهو الماء توفير الماء الماء سواء بالنسبة للسقي أو حتى الماء الشروب بالنسبة لطربية المواشي لذلك نتكلم عن الفلاحة والزراعة بنفهمها العام نحتاج إلى توفير المياه الآن للتوفير المياه لابد من ضخها ضخ المياه أنه يحتاج إلى كهرباء أيضا كذلك على مستوى السقي سقي المنتجات الفلاحية والمزارة والتوجه إلى الفلاحة العصرية والفلاحة المكثفة خاصة الآن جنوبنا الكبير هو أن حق الواعد حقيقة ليس فقط الاستفاحجاتنا الوطنية إنما التوجه للتموقع في السوق الإقليمي وفي السوق الدولي من خلال منتجات فلاحية ذات جودة ونعرف أيضا كذلك أهمية المنتجات الفلاحية في فضائنا الوطني وطلبها في السوق الدولي توفير هذا المنتج بكل مواصفاته أنه نحتاج إلى الكهرباء ولذلك الآن من خلال تقييم الاقتصادي لأنه نعود الآن إلى أهمية العام الاقتصادي لتوفير الكهرباء بأقل كلفة أعتقد أن التقييمات التي تمت أن كل المستثمارات الفلاحية التي هي موجودة في عمق جنوب الكبير وفي المناطق النائية والمعزولة تحتاج الكهرباء لذلك ربطها بالشبكة التقليدية أنه تحتاج إلى ضخم أموال مهمة جدا ولذلك التي توفيرها إلى أموال نتوجه نحو نحو استخدام لطو كونسوماسيا أنه الاستهلاك المستقل والغير مرتبط بالشبكة التقليدية وأعتقد أنه على مستوى كل دول العالم والتجارب التي سبقت أنه التاقة الشمسية الكهربائية أو تاقة الرياح أو حتى استخدام المنابع الحارة أنه بإمكان هذه الكومونات أن توفر لنا الكهرباء اللازمة وتوفر لنا حتى بالنسبة للتدفئة لأنه لما تكلمه فقط لأن الفلاحة هي في النهاية العصر البشري ليس فقط المورد الفلاحي حتى تحسين ظروف الفلاح لما نقول الفلاح سواء في عمق الصحراء أو في الزراعة الجبلية أنه هذا مواطن جزائري يحتاج إلى رفاهية الحياة الرفاهية الآن على مستوى العالم تقوم على الكهرباء حتى المستوى المستوى نستخدم مفهوم الرفاهية الكهربائية ولذلك أعتقد السؤال ممتاز الآن رهاننا لتحقيق أمننا الوطني الأمن الاجتماعي والأمن الطاقوي والأمن الغذائي والأمن الزراعي أعتقد أنه عماده هو توفير الطاقة في الكهرباء من خلال استخدام التوسع في استخدام التقاتل المتجددة خاصة الطاقة الشمسية ولذلك كما تفضلوا زملاء الآن من أهم الأهداف التي يخدم عليها القطاع الناشي وهو قطاع الانتقال الطاقي والتقاتل المتجددة هي فكرة أنه نستطيع أن نقول بسيطة لكن هذه فكرة جوهرية في حياتنا وطنية أنه ننتقل من وضع طاقوي نحو وضع لكن هذا الوضع يكون وضع أحسن وأجود وأفضل أجود طاقوية وأحسن وأفضل تحقيقه السيد مهما؟ بتأكيد بتأكيد أعتقد لدينا كل عناصر النجاح للذهاب نحو الوضع الأفضل لذلك أنا نعود فقط إلى الشرح البسيط لما نقول نموذج طاقوي نموذج طاقوي فيه المصدر الطاقوية فيه الحوامل فيه الاستخدامات لما نجيب الآن نحن للمصدر الطاقوية لدينا الكومونات ولعل لدينا أعلى كومون شمسي في صحراء لذلك الآن لابد أن ننتقل من الحديث عن الكومون الجغرافي والكومون الطبيعي نحو الكومون الاقتصادي هذا هو المهم معنى ذلك الآن نتكلم على الكومونات المتجددة والتقليدية الغير متجددة وحفورية ونتكلم على تقييمها الاقتصادي بعد ذلك لننتقل الاستخدامات لدينا الحامل الكهربائي معنى ذلك الآن في التوسع لابد أن نتوسع في تعزيز الشبكة الوطين الكهرباء وتقويتها نتكلم أيضا على الحامل الحراري ونتكلم على الحامل الجديد والهدروشين لذلك حديث الزملاء في وزارة اعتقاد تقاوي الحديث الهدروشين ليس من نوع من الخيال العلمي إنما هو واحد من استجابة لكيفية الانتقال من الاستفادة من الكومونات المطوفرة نحو الاستخدام لما نجيو الاستخدام وأصبح ضرورة حتمية اليوم بالفعل ولذلك لما نأتي الاستخدام نقيم نحن الآن لن نتحدث على الفين واثن واثن وعشرين نتحدث كيف يكون حالنا أفضل في السنوات في السنوات في الفين وثلاثين معنى ذلك التوسع الصناعي لما نتوسع في الصناعة لما نتوسع مثلا في السلعات المنجمية أكبر إجابة تقدمها الطاقات المتجديدة هي السلعات المنجمية كواحدة من السلعات المستهلكة للطاقة كيف تستطيع الطاقة خاصة مثل الطاقة الشمس الحرارية لاستفاة حاجاتنا وأيضا كذلك في التطبيقات الأخرى بالنسبة للساكنة الكهرباء التطبيقات الصناعية في النقل ولذلك الآن لما نقوم بتجنيد مختلف كما تفضل الزملاء تجنيد مختلف هذه الكومونات في إطار نموذج طاقوي ينبني على المزيج الطاقوي من خلال تطوير وتعزيز الحوامل لاستفاة حاجات الساكنة وحاجات الوطن وتطوير النسيج الصناعي الوطني في أفاق 2027 وال2030 أعتقد أن لدينا كل ومن خلال ما يقدمه التعليم العالي والبحث العلم من خلال مراكز البحث أعتقد أن نستعلم بأن مركز تطوير الطاقات المتجددة بوحداته الثلاث بالإضافة لواحدة المركز المزرعة أنه يعود إلى أربعينيات لما تكلموا أول إنتاج لبلورات صوديوم كان في جامعة الجزائر في سنة 1947 بعد ذلك كان أول خصخان شمسي في سنة 1957 أعتقد لدينا التراكم من الخبرة على مدى عشريات من الزمن وبإمكان هذا الكمون البشري أن يرافق هذا البرنامج الواحد من خلال ما تقوم به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وفي حديثنا على الانتقال الطاقوي توجي إليكم سيد الشيخي أين وصل مشروع الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية للتقليل مثلا من تكاليف البلدية هل هذا المشروع عمم على كل البلد وهل الوزارة الوصية التي هي وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ترافق هذا المشروع شكرا سيدتي فقط كتعقيب بالنسبة لإستعمال الطاقات المتجددة في الوسطة الفلاحية أو بالنسبة لضمان الأمن الغذائي كنا مؤخرا وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة قمنا بيوم دراسي لسمينها الانتقال الطاقوي في الميدان الفلاحي نحن الآن نعمل مع وزارة الفلاحة من أجل الإعداد لنمط يشجع على استعمال الطاقات المتجددة في المحيطات الفلاحية خاصة أنه في برنامج الحكومة الحالي لتوسيع المستصلحات والمحيطات الفلاحية على الأراضي الصحراوية ونشوف أنه المصدر الوحيد للطاقة هو الديازل نستعمله لجروب إلكتروجين نحن في نظرة الطاقات المتجدة هو استبدال هذا للجروب إلكتروجين بالطاقة النظيفة وهو أمر نقدرون نعمله ونقدرون نتحكمه فيه بطريقة كبيرة نعود الآن للشق تاك فيما يتعلق بالإينارة العمومية حقيقة كانت من بين تعليمات سيد رئيس الجمهورية وتعميم استعمال المصابح ذات الكفاءة العالية وأيضاً استعمال الألواح الشمسية لفوتوفولطايك على مستوى الإنارة العمومية نحن نعمل الآن كبارسكول نقسم المشاريع إلى نقطتين هناك مشاريع استعجالية بالنسبة لتعليمات سيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار كان سيد رئيس الجمهورية يركز على ثلث مناطق في الجزائر منطقة الوانشاريس ومنطقة الأوراس ومنطقة جورجرا كنا ننطلق في عمليات لتزويد هذه المناطق بالإنارة العمومية من ناحية كان المناطق المربوطة بالشبكة سنستعمل فيها المصابح ذات الكفاءة العالية للانبلاد والمناطق المعزولة يعني المناطق موجودة في الجبل موجودة في خارج شبكة سنوسع استعمال الطاقات المتجددة يعني الإنيرجي سولاء في هذا الصدد هناك وكالة الوطنية لاستخدام الطاقة وترشيده اللي رح عندها برنامج زميلة رح يتكلم في هذا الموضوع عندها برنامج لتزويد يعني ومرافقة البلديات من أجل نشر استعمال الطاقات المتجددة خاصة المصابح ذات الكفاءة العالية وعلى مستوى للوزارة قمنا بتسجيل عمليات يعني مرتبطة كما قلت لك يعني كمشروع استعجالي لهذه المناطق ولاح يتعمم يعني وتكون المساعدة ولاح تكون الفينانس متاء عن طريق الصندوق الوطني يتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة لسيد الوزير وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة سيد بروفيسور بن عتوزيان هو يعني الوردوناتور تاع الفون هذا تاع الصندوق هذا شكرا سيد شيخي إذا تحدثنا يعني عن تخطيط المستعجل للدولة هناك خطة حكومية مستعجلة تخص أساسا المجالات الأكثر استهلاكا تقع العرار الصناعة النقل والسكن تعمل على الانتقال تدريج نحو نمذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة والخروج من التبعية للمحلوقات هل من تفاصيل أكثر أستاذ دالي؟ شكرا هناك برنامج وزارة انتقال الطاقة والطاقات المتجددة وضعت برنامج تحكم في الطاقة هذا البرنامج يخص جميع القطاعات منهم القطاع الصناعي والقطاع النقل وقطاع الخدمات خاصة التي تستكلها يعني الطاقات والإنارة العمومية نعود كما قال الأخ شيخي في الإنارة العمومية هناك برنامجين برنامج الأول لإستعمال لوحات شمسية في البنضاتيق الجبلية في الإكلايراش بيبليك نورا كودي وغيزو والإكلايراش بيبليك را كودي وغيزو هو استعمال اللومينار من اللوع اللات هذا اللومينار في هذه المصابح ذات الفعالية الطاقوية العالية هي عندنا برنامج وضعت الوزارة الانتقال الطاقوي برنامج برنامج مرافقة الجماعات المحلية وكل الجماعات المحلية ستستفيد بما يقارب بـ 650 مصباح مصباح ومصباح للإكلايراش بيبليك وهذا البرنامج استدعونا الأولوية كما قال الزميل إلى المناطق الجبلية من الوانشاريس التي تضمن 14 ولاية ونسبة تحقيق هذه المشاريع إلى أين وصل سيد دالي؟ هذه المشاريع انطلقت تصلنا بكل مناطق من هذه الولايات 14 ولاية تصلنا بهم بشكل بلدية واحتياجتها يجب أن يكون لدينا الإحتياجات الكاملة كاملة ننطلقه ديراكتما في الكون لأننا نتعلم مع الكون نعطي 50% من تكلفة السبستوش والإنشاء المصابح الجديد لذلك ننتعلم مع الكون وهذا المشروع أو في إطار ونأمل أن يتعامم على كل بلديات الجمهورية وعندنا لطاقات البديلة وعندنا ثاني مشروع واستعمال الغاز بيترول المميع السيرغاز المعروف بالسيرغاز وهذا المشروع عدنا 150 ألف سيارة تحويل 150 ألف سيارة منهم 50 ألف سيارة سيارة أجرة و500 ألف سيارة خاصة لهذا البرنامج في إطار التنفيذ والمعاملين والمعاملين والإنستالاتور التي participent في هذا موضوع قريب 600 إنستالاتور متعامل خاص و بيبليك بيبليك هذا خطوة أولية 150 ألف سيارة وعلى المدى المتوسط على مدى المتوسط مليون راحل نحول مليون سيارة من الملصص إلى السير غاز شكرا أستاذ سيد تساليت أكثر من 13 مليون طن من النفايات منها 60% عضوية لماذا لا تستغل في إنتاج مثلا الغاز الحيوي أو الكهرباء أو بديل آخر من مدائل يعني الطاقات المتجددة شكرا قبل أن أجيبك عن هذا السؤال إضافة فقط إلى ما تكلعمل عليها الأستاذ محمح في خير ما يخص الأمن الطاقوي حيث أن وزارة تعليم العلي والبحث العلمي بادرت بإطلاق مشاريع يعني كل المشاريع التي تم إطلاقها من سنة 2021 وفي سبع سنوات القادمة ستكون في مجال الأمن الطاقوي الأمن الغذائي وصحة المواطن وهذا يعني وهذا يعني لمواكبة يعني تطوير هذه البرامج على المستوى الوطني ولهذا فعني لما نشوف مثلا المشاريع حتى المشاريع بين الدول الأوروبية مثلا مشاريع ليبس التي هي مشاريع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يعني تم إطلاق مشاريع خاصة فقط بالطاقات المتجددة لذا بش نشوف الأهمية التي تمد يعني وزارة تعليم العالي والبحث العلمي لهذه الفئة من الأبحاث العلمية وكذلك يعني فيما يخص السؤال تعك يعني أكيد تحويل نفايات خاصة من العالمية سواء السائلة أو الصلبة يعني هي مشاعر جد مهمة خاصة لما نشوف الكمية التعنيفية الهائلة الهائلة جدا يعني يمكن استعمالها في ميدان إنتاج يعني الغاز الحيوي والكهرباء أيضا يعني بدائل أخرى من نعم الميطان بيولوجي اللي نسميها الميطان وأيضا يمكن استعمالها أيضا في بعض البلدان الآن في أوروبا تستعمل المواد الصلبة يعني العضوية في التسخين من التسخين المياه اللي عندهم ديريزوا يعني في مستوى أين نحن من هذا أستاذ أكيد نحن على مستوى الأبحاث يعني نحن جد متقدمون متقدمون في هذا الميدان ولما نشوف فيها عدة فرق بحث اللي تعمل على في ميدان إنتاج الميطان البيوغاز ولا ولكن يعني في ميدان من حيث تنفيذ يعني من حيث تنفيذ أكيد لازم مشاريع كبرة الآن نحن ننتظر ماذا بنا يعني أكيد وزارة انتقال الطاقة المتجددة تطلق مشاريع في هذا المجال اللي رح نشارك فيها يعني خاصة بالكفاءات اللي عندنا ونظن باللي كانوا عدة اجتماعات في هذا المجال ورح نظن باللي رح يكون في المستقبل القريب نشاء الله خاصة رنايا مثلا في دروجان أكيد وما نقدرش نحط عني يعني الطاقات المتجددة بدون الحديث عن البحث العلمي لا لا أكيد يعني كفي عدة لقاءات اللي تم إجراءها بين الوزارتين وفيما يخص يعني تطوير الطاقات المتجددة والخروج من البحث العلمي الأكاديمي إلى البحث العلمي التطبيقي يعني في مستوى الواقع شكرا أستاذ عسليت أستاذ نفايات كان مشروع ديجاي عن إكسبلوتاتيون لتعواد السمار لتشارد السمار كان هناك استعمال نفايات لإنتاج الكهرباء مشروع في الإنتاج يعني هو حيزة في حيز الإنتاج عفوا هناك هناك كهرباء منتجة من طرف هذا المواد النفايات وكان هناك مشاريع مشاريع خاصة مشروع مع القوب الإسمنت مع مصاريع الإسمنت لإستعمال النفايات الصلبة كبديل للغاز طبيعي لإنتاج الإسمنت هذه كانت مشاريع وسبعة مصاريع الإسمنت يعني ندخلنا حيزة الإنتاج جميل أستاذ شيخي أستاذ دلي أستاذ مهما هل الذهنية يعني السائدة الذهنية الجزائرية السائدة هنا لا تزال تنظر إلى النفط والغاز بوصفه الواقود الرئيس وأن الطاقة المتجددة صعبة المنال شكرا أنا دعيني ممكن أن نقل بشير الصورة نحن اليوم أنا نتكلم نحن اليوم كباحثين أو كخباراء وأعتقد حتى الزملاء يعني كأيطارات سامية في قطاع حساس نحن اليوم تحت ضغط المجتمع يوم مجتمع يطالب بالذهاب للطاقات المتجددة ممكن نحن في السنوات وفي نفس الوقت المجتمعي يرى بأنها يعني صعبة المنال لا لا لحظة لأننا في وقت ما كنا نعرف بفضاء التقات المتجددة صبحنا اليوم المجتمع هو الذي يطالب بتحقيق هذه الفضائل فعلا لكن إشكالية لماذا الآن المجتمع لازال ينظر على الوقود التقليدي باللي هو الحل السائر لأنه في تخطيطنا للمشاريع ينبغي أن نقدم إجابات للبواط ما نبقاوش في التنظير وفي الحديث عن المخططات لأنه الكثير من الإجابات لا أعتقد أنها تقع في أو في صلب قطع الطاقة في حد ذاته أنه لماذا نقول بين الانتقال الطاقوي يعني كل القطعات ويعني كل شرائح المجتمع ويعني نكوننا كم جمعة وطنية أنا نتكلم فقط إذا كان اليوم نذهب إلى مثل إلى لحل مشكل النقل مثلا في الجزائر وخاص في الحواظ الكبرى حل مشكل الازدحام على مستوى الحواظ الكبرى سيقدم إجابة حقيقية على مستوى الفعالية التقاوية أيضا لما نتكلم مثلا على قضية مثل تجميع النفايات مخطط كبير للتثمين على مستوى الاستخدام التقاوي ولذلك دعني أقول بأنه الآن حتى على مستوى البحث العلمي لم نعد ننظر النفاية بالمفهوم التقليدي للنفايات النفاية هي مادة أولية ومدخل لسلسلة جديدة للإنتاج لأنه لما تكلمه حتى على ثاني أكسل كربون اليوم على مستوى البحث العلمي لم يعد ثاني أكسل كربون هاجس في حداته ثاني أكسل كربون هو الهاجس أو أحد أكسل كربون لما ينطلق في الهواء ولا يتم أنه حجزه لما تقوم بإحتجاز ثاني أكسل كربون بإمكان إعادة استخدام مضي ضمن صرورة كيميائية لإنتاج مواد ذات قيمة عالية أعتقد هذه الإجابات التي يعمل عليها البحث العلمي وتعمل عليها وزارة الانتقال الطاقوي ولذلك الآن نحن انتقلنا إلى مستوى آخر من العمل ما الآن لم يبقى العمل لماذا في وقت ما هناك حديث على التضام الحكومي التضام الحكومي ليس خطاب هو العمل سيلانتا السكتوراتي العمل في التنسيق في مبيل القطاع من توجي البحث العلمي هو أيضا مدخل ضمن سلسلة عمل على مستوى الانتقال الطاقوي وأيضا هو كذلك عمل ورافض على مستوى مثل قطاع الطاقة وعلى مستوى السلام إذن الآن لما نباشر انتقال الطاقوي معنى ذلك كل القطاعات أنها تصل إلى تقديم إجابة إلى سؤالكم كما تفضلتم وهو أن المواطن الجزائري في أي رقعة جغرافية ليس فقط في الحواظر الكبرى في المناطق النائية على مستوى الحد في المناطق الجبلية أن يجد نعم بالفعل لأنه في النهاية نحن نتحدث عن المواطن الجزائري أن يجد إجابة طاقوية على مستوى حياة حياة اليومية والطاقة أنها تستطيع من خلال تثمين الموارد التقوية بما فيها النفايات أنه ترفع مستوى معيشة المواطن لأنه مثلا أنه إمرأة ماكثة في البيت أو حتى شاب ونخرج الجامعة ونحن نسميه بطار أنه من خلال توفر الطاقة بإمكانه الآن على مستوى التجارة الإلكترونية على مستوى الصناعة الرقمية أنه الآن تغير حتى ذهنية العمل والوظيفة أنه في المنزل لكن في النهاية لابد توفر الكهرباء سواء كان في حواظر في مدن كبرى أو في مناطق نائية إذن معنا ذلك توفير الكهرباء توفر الطاقة توفير الكهرباء نستطيع أن نوفر ونقدم إجابات يقال بأن الطاقات المتجديدة والطاقات النظيفة هي واحدة من القطاعات التي تساهم في خلق مناصب الشغل لأنه لما نتحدث عن نموذج اقتصادي نتحدث أساسا ما هي إجابات التي نقدمها للشاب الجزائري للمواطن الجزائري من خلال توفير مناصب الشغل والتوسع في التوظيف قطاعات متجديدة خاصة أنه قطاع الكهرباء خاصة أيضا كذلك رسكلة النفايات هي واحدة من القطاعات الناشئة التي تستطيع أن نتوسع من خلالها في خلق مناصب الشغل من الممكن لمؤسسات الناشئة يعني المساهمة في إنتاج طاقاتها المتجديدة النظيفة بتأكيد أستاذا لما نعود فقط إلى التعريف البسيط المعروف للمؤسسة الناشئة المؤسسة الناشئة أنها تقوم على فكرة معنا ذلك على منتوج وحيد لكنها تستهدف أنه سوق كبير نتكلم عن لزون ديلار مثلا المموجات نتكلم على كثير من المعدات الطاقات المتجديدة التي بإمكان المؤسسات الناشئة نتكلم على الهيدروجين الهيدروجين اليوم يستطيع لأنه لأنه باش ما ندخله نحن الآن نتكلم عليه كحامل تقاوي لكن الهيدروجين في إنتاجه وفي تخزينه وفي نقله وفي استخدامه أنه يحتاج إلى توفير العديد من المنتجات الذكية والعصرية والجديدة والمبتكرة هذه بإمكان الآن شبكة المؤسسة الناشئة تستطيع أن تستثمر لن في النهاية في الحديث أستاذ عن الهيدروجين يعني يقال أن الجزائر تستطيع أن تكون مصدر لهذه المادة يعني الهيدروجين هل هذا ممكن يعني التحقيق نحن الآن يعني بحضور زملائي نحن لا نتكلم عن خيال نتكلم عن دراسات ونتكلم عن مبادرات الجزائر بإمكانها أن تكون دولة رائدة على الأقل أن أقول على الأقل إقليمياً في شمال إفريقيا كدولة رائدة في الهيدروجين الطاقة والأخضر إنتاجاً ونقلاً واستخداماً لماذا إنتاجاً؟ الآن على مستوى العالم أنه من أكبر تحديات الطاقات المتجددة وهو التخزين الهيدروجين يأتي كإجابة مركزية أنه نخزن كل الطاقة المنتجة كهربائية أو حرارية نستطيع أن نخزنها على الطاقة الهيدروجين ونستطيع أنه ما نعتمدوش لأنه لما ما تكونش عندك الشبكة الكهربائية أنك أنت تقوم لما يكون عندك شبكة من أنابيب الغاز بضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز وتستخدمه في شمال الوطن أو في جنوبه أو تنقل إلى خارج الحدود الوطنية إلى الأسواق الدولية وبلغة الأرقام ماذا نستفيد؟ يعني بلغة الأرقام أستاذ مهما؟ أعتقد أنه الآن لما نتكلم على الهيدروجين في حذاته الهيدروجين الآن قبل أن نتكلم عليه كمادة طاقوية أو كمورة طاقوية نتكلم عليه كمادة طاقوية الآن الجزائر أنها من الدولة المنتجة ولا تستخدم الهيدروجين الآن الحديث على سعر الكيلوغرام من الهيدروجين في السوق الدولية والذي الآن هو في انخفاض من خلال تطوير التكنولوجيات وكذلك خفض السعره على مستوى إنتاجه عن طريق التقاطي المتجدد الآن لما نستخدم الهيدروجين هو نقل للقيمة المضافة الاقتصادية التي ننتجها من خلال مورد الطاقة المتجددة إلى مورد أن نسوقه في السوق الدولية مع ذلك لما تسوق يعني مع ذلك الكهرباء المنتجة ممكن هناك عوائق لتسوقها عن طريق الشبكة ما يعرف بتصدير الطاقات المتجددة أن نتسوقها عن طريق الهيدروجين مع ذلك اقتصادي لديك مداخيل ولديك مورد أهاب أيضاً حتى على مستوى الاقتصادي الاستخدام الآن في العالم الهيدروجين لا تكلموش فقط انتاجه لأنك انتجته الهيدروجين ومع ذلك سمعوا لي بالعبارة وش نحن نديره به لابد أن نعيد استخدامه كطاقة من خلال سواء خلايا الوقود أو حتى من خلال حرقه في تيربينات الغاز أنا نقول الآن تجارب التي تم سريعاً فقط على المستوى الدولي لو أنه الآن نحن في تيربينات الغاز لإنتاج الكهرباء نقوم بإضافة 20% من الهيدروجين في تيربينات الغاز أول حاجة سوف نرفع من المحتوى الحراري وأيضاً كذلك سوف نوفر على الأقل 20% من الغاز الذي يستخدم هذا الغاز كما تفضل الزملاء نوفره الأجياء المقبلة أو نصدره كقيمة لدينا مورد منه ولذلك الهيدروجين يقدم قيمة مضافة عالية القيمة بالنسبة لإقتصادنا وإذا تحدثنا عن إنتاج وتسويق الهيدروجين هنا في الجزائر الحديث أيضاً عن مشروع سولار سيد شيقي هل دخل هذا المشروع الذي من المفروض يسعى إلى وضع ألف ميجاوات الأولى برسم البرنامج جلوات عن التاقات المتجددة هل دخل هذا المشروع حيز التنفيذ شكراً سيدتي نقتنم الفرصة لهذا السؤال من خلال برنامجكم لتوضيح أيضاً بعض النقاط فيما يخص هذا المشروع يعني كانت مؤخراً وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتحديد في 23 ديسمبر 2021 كانت قد أطلقت المناقصة الدولية فيما يخص إنتاج وتثبيت ألف ميجاوات يعني المشروع المعروف عليه سولار ألف ألف سولار ألف نعم اللي كان موجه للمستثمرين سواء مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب سواء كانوا منفردين أو في شكل جماعات الهدف الأول هو من المشروع هذا أنه المستثمر يجيب الأموال يعني يجلب الأموال لتمويل هذا المشروع وأيضاً تكون عنده تكون عنده تجربة وتكون عنده يعني معرفة في هذا الإطار يعني بتثبيت المحطات اللي تعمل بالطاقة الشمسية يعني كان مؤخراً أنه وزارة الانتقال الطاقوي والطاقة المتجددة كانت كلفة شركة شمس بإطلاق هذا المشروع وأيضاً متابعته والذهاب حتى إلى إبرام عقود بيع وشراء الكهرباء مع المستثمرين في هذا الصدد كان يعني مؤخراً يعني الأسبوع الماضي كان هناك يعني تكلم كثير على فيما يخص دفتر الشروط دفتر الشروط لحد الآن يعني ما زال ما تقدمش للمستثمرين ولكن حبت نطمن يعني نور رأي العام من ناحية ونطمن أيضاً مستثمرين من ناحية أخرى لأنه كان مستثمرين لدفعوا المستحقات من أجل الحصول على دفتر الشروط كان هناك يعني تأخر موش تأخر يعني يعني اللي رأيتسلك فيه وزارة الانتقال الطاقة والطاقات المتجددة لأنه سي آي بي بي يعني المود نسميه مود آي بي بي يعني يكونوا منتجين خواص للكهرباء يعني خرجنا واشكونا في التقليد أن الخزينة العمومية هي اللي تمول المشاريع ينتاج الطاقة تكلموا على الطاقة يعني هي الخزينة كانت هي اللي تمول يجيك مستثمر ينتج المحطة ويروح يعني 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 معمول فيه في الدول الأجنبية والآن هذا اللي معمول به في الدول الدول الأجنبية هو المود آي بي بي يعني المنتجين الخواص للكهرباء يعني في التبسيط في التعريف تحا أنه يجيك المستثمر يقوم بإنتاج المحطة ويكون على عادقه يخير هو التصميم يعني الحصوص الحصوص حيث نحن المستخلص من هذا أو المخرجات أنه يكون سعر الكهرباء سعر ممكن يعني هذا النظرة اللي استوجبت يعني دراسة أكثر تعميق لأنه في الجانب في الجانب التقني كنا في الدفتر الشروط راح نحدد أي الموقع بصفة يعني دقيقة باش يكون المستثمر يسمح له أنه ينتج يعمل على النموذج الاقتصادي اللي راح يعني منه يخرج سعر الكيلوات كما نسميه بلغة جنبية البيزنس بلان هذه من ناحية نقاط يعني تنظيمية لأنه راح يكون لدخل دفتر الشروط مجال للتكوين راح يكون أيضا مجال يعني لضمان الصيانة لهذه المحطات لأنه راح تكون عقود شراء وبيع كرباء على مدة 25 سنة وأيضا راح تكون لدخل المنتوج المحلي كما تفضلتي وكما يعني جاز في الفيتيار أنه المنتوج المحلي اللي راح تكون عنده نسبة في دفتر الشروط يعني حتى ولو جاء مستثمر أجنبي راح نفرض عليه منتوج محلي منتوج محلي فيه شقين يعني يستعمل المعدات المحلية بارك الله وفيك فيه شقين فيه جانب المعدات المحلية وفيه جانب الخدمات الخدمات اللي فيها المهندسين وفيها يعني التقنيين يجب توظيف مهندسين جزائريين بطبيعة الجماعة الجزائري بارك الله وفيكم من الجهة العتاد أيضا العتاد اللي راه ينتج محليا سواء بالنسبة لبانو سولار اللوحات الكهروضائية أو لوحات الكهربائية أيضا كما تفضل في الفي تير تكلمنا عن يعني العاكس كل هذا الأمور إذا فرضناها على المستثمر لازم تكون أيضا بمعايير دولية يعني وهذا المنتوج المحلي ما راح يلبي الرغبة يعني يعني راح يمشي حتى العشرين خمسة وعشرين سنة هذا الأمور يعني التقنية عطلت شوية في الدفتر الشروط لأن دفتر الشروط راح يحتوي على كل توضيحات يعني كما قلت لك المستثمر راح يعتمد على كل معطيات اللي راح تكون في دفتر الشروط من أجل إعداد نموذج الاقتصادي الخاص بهذه الشركة شكرا وفي الحديث يعني المنتجين والخواص كانوا أم أجانب يعني تحدث وزير القطاع سيد دالي عن تدابير تحفيزية لهؤلاء المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية أو ما يسمى بمشروع الطاقة الشمسية الضخم هل من توضيحات أكثر حول هذه التحفيزات أستاذ دالي التحفيزات هي التحفيزات des investissements donc dans le cadre des investissements qui sont prévus par les codes des investissements التحفيزات الأولى هي l'assurance du rachat de l'électricité produite donc sur 25 ans l'investisseur donc il est sûr d'écouler sa production il y a un acheteur qui va qui accorder وهنا تحفيزات تحفيزات أخرى تحفيزات من طرف البنوك وتحفيزات من طرف le code des investisseurs des investissements qui prévoient un certain nombre davantage et davantage pour les investisseurs tous les investisseurs dans ce cadre là نتحدث الآن عن l'أفاق المستقبل كيف ترون السيد تسالي يعني l'أفاق المستقبلية للنهود بقطاع الطاقات المتجددة هنا بالجزائر نظن أنها أفاق وعدة خاصة أنه الحمد لله عندنا الكفاءات يعني عندنا الميكانيزمات اللي يمكن استعمالها من أجل تطبيق برامج يعني سواء على المستوى المتوسط أو القريب أو البعيد وليوم نحن نتكلم مثلا عن الطاقات المتجددة يعني لازم نتكلم فقط عن المشاريع الكبرى اللي يعني تكلف أموال بايضة فيه مشاريع أيضا صغيرة واللي يمكن تكلف بها مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولما نشوف النموذج الألماني مثلا يعني اللي هو يعتمد بالخصوص على مشاريع بسيطة في البيوت ولهذا يعني ولما أيضا نتكلم على الطاقات المتجددة يعني لازم نتكلم على تطبيقاتها لأنه اليوم فيه بعض تطبيقات اللي يمكن استعمالها مثلا في 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 التهوية في معالجة المياه أيضا في في إنتاج كما قلنا البيوغاز في أدة تطبيقات اللي لازم أخذها بعين الاعتبار يعني ولهي مشاريع يمكن تكون متوسطة مش مشاريع كبيرة أو مشاريع صغيرة ويمكن تنفيذها في أقرب ويمكن تنفيذها في أقرب الأجل وأيضا فيه نقطة مهمة جدا لازم أخذها بعين اعتبار لما نتكلم عن الطاقات المتجددة لازم نتكلم عن الترشيد الطاقوي في مختلف المجالات شكرا سيدة صاليت أستاذ مهما بنسبة لكم ما هي الأفاق المستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحساس أنا بالنسبة أعتقد من خلال التجربة ومن خلال اشتغالنا في هذا حق أعتقد أن الأفاق واعدة فقط نحتاج إلى تثمين قدراتنا في مجال الهندسة لما نقول تثمين قدراتنا في مجال الهندسة تثمين مهند الهندسة أو الحاجة كمكون الكفاءات البشرية وخارجي الجامعة وكفاءات الهندسة على مستوى مراكز البحث وعلى مستوى الجامعات وأيضا كذلك تثمين قدراتنا على مستوى السلاسل الصناعية وأيضا كذلك تعزيز أنا أقول تعزيز العمل فيما بين القطاعات لأن الانتقال التقوي ليس فقط تحدي وزارة الانتقال التقوي هو تحدي كل المجموعة الوطنية هو انتقال تقوي هو انتقال صناعي هو انتقال رقمي هو انتقال على المستوى المناجم هو أيضا كما تفضلت في سؤالكم السابق هو أيضا انتقال الأستاذ الشيخي تكلم حقا كلام ممتاز لما تكلم عن دفتر الشروط أنا أقول ينبغي للجميع حتى ولو تأخرنا سدي معالي شهر لكن أنه ضبط دفتر الشروط أنا أمي خلال تجربة تحدث ضبط دفتر الشروط هو وثيقة أساسية ومرجعية لأنه لماذا؟ لأنه في النهاية نحن كل في المشاريع يحكمنا قانون صفقات وطنية قانون صفقات يقوم على دفتر الشروط لأنه دفتر الشروط هو الوثيقة التي تحكم الاستثمار لما نقوم بضبط دفتر الشروط أعتقد هنا النجاح لكن لو أننا نتسرع أو نستجيب فقط إلى رغبات المستثمار لأنه حقيقة نكون مستثمرين أنه زمن عندهم لكن نقول أنه قليل من الصبر لكن ضبط دفتر الشروط والتوافق حول دفتر الشروط وبعث دفتر الشروط يستجيب حقيقة إلى حاجاتنا أعتقد سوف ننجح وننجح نجاح بها شكرا أستاذ مهما كلمة أخيرة أستاذ شيخي هذا سمحت لي كلمة أخيرة لتطمين فقط للمستثمرين إن شاء الله دفتر الشروط سيسلم في غضون هذا الأسبوع بإذن الله إن شاء الله كلمة بجزارة الدالي لنهض بهذا القطعين الحساس نقول بالطاقة السوق والطاقة المتجددة في النشأة لازم هذا السوق المتجددة لازم المستهلك البسيط لازم المعاملين الصناعيين لازم في السوق الجزائرية لازم يحب أن ينستعر لفوتوفولتائيك وليستعر لفوتوفولتائيك لازم يلقاه في السوق هذا المعاملين الصناعيين لازم يكونوا أكثر أغرسيين لازم يكونوا المعادات للطاقات الشمسية لازم تكون متوفرة في السوق الجزائرية لازم المستهلك الفلاح والمستهلك البسيط يحب إذا هي صالحة لازم يكون متوفرة في السوق لازم نعملها عليها تاني لازم نغفر هذه المعادات في كامل القطب الوطني ماشي في الجزائر فقط لازم يذهب من طام الراسيط من تلمسان إلى تبسة لازم كل هذه المعادات لازم تكون متوفرة في السوق الجزائرية لازم نعملها لازم نعملها لازم نعملها لازم نعملها شكرا شكرا لحضرك معنا ولمناقشة الانتقال الطاقة ورهانة الطاقة النظيفة المستدامة بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج رهانات الشيطة موصول لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة جابة حقيقية على مستوى الفعالية التقاوية أيضا لما تكلمه مثلا على قضية مثل تجميع النفايات وأعتقد هناك أيضا عمل كبير يقام على مستوى قطاع البيئة مثلا بالنسبة لي رسكلة النفايات وغيره أعتقد بأنه هذا أيضا يصب ضمن مخطط كبير للتثمين على مستوى الاستخدام التقاوي ولذلك دعني أقول بأنه الآن حتى على مستوى البحث العلمي لم نعد ننظر النفاية بالمفهوم التقليدي للنفايات النفاية هي مادة أولية ومدخل لسلسلة جديدة للإنتاج لأنه هذا لما تكلمه حتى على ثاني أكسل كربون اليوم على مستوى البحث العلمي لم يعد ثاني أكسل كربون هاجس في حداته ثاني أكسل كربون هو الهاجس أو أحادي أكسل كربون لما ينطلق في الهواء ولا يتم أنه حجزه لما تقوم باحتجاز ثاني أكسل كربون بإمكان إعادة استخدام مذينة ضمن صرورة كيميائية لإنتاج مواد ذات قيمة عالية أعتقد هذه الإجابات التي يعمل عليها البحث العلمي وتعمل عليها وزارة الانتقال الطاقوي ولذلك الآن نحن انتقلنا إلى مستوى آخر من العمل ما الآن لم يبقى العمل لماذا في وقت ما هناك حديث عن التضامن الحكومي التضامن الحكومي ليس خطاب هو العمل سيلانتر سكتورالتي العمل في التنسيق في مبيل القطاعات من توجي البحث العلمي هو أيضا مدخل ضمن سلسلة عمل على مستوى الانتقال الطاقوي وأيضا هو كذلك عمل ورافض على مستوى مثل قطاع الطاقة وعلى مستوى السلام إذن الآن لما نباشر انتقال الطاقوي معنى ذلك كل القطاعات أنها تصل إلى تقديم إجابة إلى سؤالكم كما تفضلتم وهو أن المواطن الجزائري في أي رقعة جغرافية ليس فقط في الحواظر الكبرى في المناطق النائية على مساوى الحد في المناطق الجبلية نعم بالفعل لأنه في النهاية نحن نتحدث عن المواطن الجزائري أن يجد إجابة طاقوية على مستوى حياته اليومية والطاقة أنها تستطيع من خلال تثمين الموارد الطاقوية بما فيها النفايات أنه ترفع مستوى معيشة المواطن لأنه مثلا أنه امرأة ماكثة في البيت أو حتى شاب ولو خرج الجامعة ونحن نسميه بطار أنه من خلال توفر الطاقة بإمكانه الآن على مستوى التجارة الإلكترونية على مستوى الصناعة الرقمية أنه الآن تغير حتى ذهنية العمل والوظيفة أنه في المنزل لكن في النهاية لابد توفر الكرباء سواء كان في حواظر في مدن كبرى أو في مناطق نائية إذن معنا ذلك توفير الكهرباء توفير الطاقة توفير الكهرباء نستطيع أن نوفر ونقدم إجابات لماذا أنه الآن على مستوى العالم يقال بأنه الطاقات المتجديدة والطاقات النظيفة هي واحدة من القطاعات التي تساهم في خلق مناصب الشغل لأنه لما نتحدث عن نموذج اقتصادي نتحدث أساسا ما هي الإجابات التي نقدمها للشاب الجزائري للمواطن الجزائري من خلال توفير مناصب الشغل والتوسع في التوظيف قطاعات متجديدة خاصة أنه قطاع الكهرباء خاصة أيضا كذلك رسكلة النفايات هي واحدة من القطاعات الناشئة التي تستطيع أن نتوسع من خلالها في خلق مناصب الشغل من الممكن لأساسات الناشئة يعني المساهمة في إنتاج طاقات المتجديدة النظيفة بتأكيد أستاذا لما نعود فقط إلى التعريف البسيط المعروف للمؤسسة الناشئة المؤسسة الناشئة أنها تقوم على فكرة معنا ذلك على منتوج وحيد لكنها تستهدف أنه سوق سوق كبير نتكلم عن لزونديلار مثلا المموجات نتكلم عن كثير من 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 المعدات الطاقات المتجديدة التي بإمكان المؤسسات الناشئة نتكلم عن الهيدروجين الهيدروجين اليوم يستطيع لأن الهيدروجين لأنه باش ما ندخلوش نحن الآن نتكلم عنه كحامل تقاوي لكن الهيدروجين في إنتاجه وفي تخزينه وفي نقله وفي استخدامه أنه يحتاج إلى توفير العديد من منتجات الذكية والعصرية والجديدة والمبتكرة هذه بإمكان الآن شبكة المؤسسة الناشئة تستطيع أن تستثمر لن في النهاية في الحديث أستاذ عن الهيدروجين يعني يقال أن الجزائر تستطيع أن تكون مصدر لهذه المادة يعني الهيدروجين هل هذا ممكن يعني التحقيق نحن الآن يعني بحضور زملائي نحن لا نتكلم عن خيال نتكلم عن دراسات ونتكلم عن مبادرات الجزائر بإمكانها أن تكون دولة رائدة على الأقل أن أقول على الأقل إقليميا في شمال إفريقيا كدولة رائدة في الهيدروجين الطاقوي الأخضر إنتاجا ونقلا وإستخداما لماذا إنتاجا الآن على مستوى العالم أنه من أكبر تحديات الطاقات المتجددة وهو التخزين الهيدروجين يأتي كإجابة مركزية أنه نخزن كل الطاقة المنتجة كهربائية أو حرارية نستطيع أن نخزنها على التطاق الهيدروجين ونستطيع أنه ما نعتمدوش لأنه لما تكون عندك الشبكة الكهربائية أنك أنت تقوم لما يكون عندك شبكة من أنابيب الغاز بضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز وتستخدمه في شمال الوطن أو في جنوبه أو تنقل إلى خارج الحدود الوطنية إلى الأسواق الدولية وبلغة الأرقام ماذا نستفيد بلغة الأرقام أستاذ مهماه أعتقد أنه الآن لما نتكلم على الهيدروجين في حذاته الهيدروجين الآن كماد قبل نتكلم عليه كمادة تقاوية أو كمور تقاوي نتكلم عليه كمادة تقاوية الآن الجزائر أنها من الدولة المنتجة ولتستخدم الهيدروجين الآن الحديث على سعر الكيلوغرام من الهيدروجين في السوق الدولية والذي الآن هو في انخفاض من خلال تطوير التكنولوجيات وكذلك خفض سعره على مستوى إنتاجه عن طريق التقاط المتجدد الآن لما نستخدم الهيدروجين هو نقل للقيمة المضافة الاقتصادية التي ننتجها من خلال مورد الطاقة المتجددة إلى مورد أن نسوق في السوق الدولية مع ذلك لما تسوق يعني مع ذلك الكهرباء المنتجة ممكن هناك عوائق لتسوق عن طريق الشبكة ما يعرف بتصدير الطاقات المتجددة أن نتسوق عن طريق الضروجين مع ذلك اقتصادية لديك مداخيل ولديك مورد أيضا حتى على مستوى الاقتصاد الاستخدام الآن في العالم الهيدروجين من تكلموش فقط انتاجه لأنك انتجته الهيدروجين وما بعد اسمحوا لي بالعبارة وش نحن نديرو به لابد نعيد استخدامه كطاقة من خلال سواء خلايا الوقود أو حتى من خلال حرقه في تيربينات الغاز أنا نقول الآن تجارب التي تم سريعا فقط على المستوى الدولي لو أنه الآن حنا في تيربينات الغاز لإنتاج الكهرباء نقوم بإضافة 20% من الهيدروجين في تيربينات الغاز أول حاجة سوف نرفع من المحتوى الحراري وأيضا كذلك سوف نوفر على الأقل 20% من الغاز الذي يستخدم هذا الغاز كما تفضل الزملاء نوفره الأجياء المقبلة أو نصدره كقيمة لدينا مورد منه ولذلك الهيدروجين يقدم قيمة مضافة عالية القيمة بالنسبة لإقتصادنا وإذا تحدثنا عن إنتاج وتسويق الهيدروجين هنا في الجزائر الحديث أيضا عن مشروع صولار سيد شيقي هل دخل هذا المشروع الذي من المفروض يسعى إلى وضع ألف ميجاوات الأولى برسم البرنامج الاتقات المتجددة هل دخل هذا المشروع حيز التنفيذ شكرا سيدتي نقتنم الفرصة لهذا السؤال من خلال برنامجكم لتوضيح أيضا بعض نقاط فيما يخص هذا المشروع كانت مؤخرا من وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بالتحديد في 23 ديسمبر 2021 كانت قد أطلقت المناقصة الدولية فيما يخص إنتاج وتثبيت ألف ميجاوات المشروع المعروف عليه سولار ألف ألف نعم اللي كان موجه للمستثمرين سواء مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب سواء كانوا منفردين أو في شكل جماعات الهدف الأول هو من المشروع هذا أنه المستثمر يجيب الأموال يعني يجلب الأموال لتمويل هذا المشروع وأيضا تكون عنده تكون عنده تجربة وتكون عنده يعني معرفة في هذا الإطار يعني بتثبيت المحطات اللي تعمل بالطاقة الشمسية يعني كان مؤخرا أنه يعني الوزارة الانتقال الطاقة والطاقة المتجددة كانت كلفة شركة شمس بإطلاق هذا المشروع وأيضا متابعته والذهاب حتى إلى إبرام عقود بيع وشراء الكهرباء مع المستثمرين في هذا الصدد كان يعني مؤخرا يعني الأسبوع الماضي كان هناك يعني تكلم كثير على فيما يخص دفتر الشروط دفتر الشروط لحد الآن يعني ما زال ما تقدمش للمستثمرين ولكن حبت نطمن يعني نور رأي العام من ناحية ونطمن أيضا مستثمرين من ناحية أخرى لأنه كان مستثمرين لدفعوا المستحقات من أجل الحصول على دفتر الشروط كان هناك يعني تأخر موش تأخر يعني هاكذا كبر كان يعني تأخر عنده وعنده أسباب لأنه لديه دراسة يعني لديه دراسة نعم فيه دراسة يعني لكانت أكثر معمقة يعني من نسبة للرأي العام يعني أول مشروع في النهج يعني اللي رأيتسلك فيه وزارة الانتقال الطاقة والطاقات المتجددة لأنه إي بي بي يعني الموض نسميه موض إي بي بي يعني يكونوا منتجين خواص للكهرباء يعني خرجنا واش كنا في التقليد أنه الخزينة العمومية هي اللي يتمول مشاريع ينتاج الطاقة نتكلموا على الطاقة يعني هي الخزينة كانت هي اللي يتمول يجيك مستثمر ينتج المحطة ويروح يعني من استفادوا من نواله يعني معمول فيه في الدول الأجنبية والآن هذا اللي معمول به في الدول الأجنبية هو الموض إي بي بي يعني المنتجين الخواص للكهرباء يعني في التبسيط تحها في التعريف تحها أنه يجيك المستثمر يقوم بإنتاج المحطة ويكون على عادقه يخير هو التصميم يعني المستخلص من هذا أو المخرجات أنه يكون سعر الكهرباء يعني اللي راح تتباع يكون أقل سعر ممكن يعني هذا النظرة اللي استوجبت يعني دراسة أكثر تعميق لأنه في الجانب في الجانب التقني كنا في الدفتر شروط راح نحددوا أي الموقع بصفة يعني دقيقة باش يكون المستثمر يسمح له أنه ينتج يعني يعمل على النموذج الاقتصادي اللي راح يعني منه يخرج سعر الكيلوات كما نسميه باللغة الجنبية البزنس بلان هذه من ناحية من ناحية أخرى كان هناك أيضا نقاط يعني تنظيمية لأنه راح يكون لدخل دفتر شروط مجال للتكوين راح يكون أيضا مجال يعني لضمان الصيانة لهذه المحطات لأنه راح تكون عقود شراء وبيع كرباء على مدة 25 سنة وأيضا راح تكون لدخل المنتوج المحلي كما تفضلتي وكما يعني جاز في الفيتيار أنه المنتوج المحلي اللي راح تكون عنده نسبة في دفتر شروط يعني احتوي لو جاء مستثمر أجنبي راح نفرض عليه منتوج محلي منتوج محلي فيه شقين يعني يستعمل المعدات المحلية بارك الله وفيك فيه شقين فيه جانب المعدات المحلية وفيه جانب الخدمات الخدمات اللي فيها المهندسين وفيها التقنيين يعني يجب توظيف مهندسين جزائريين بطبيعة الحق لتخلية الجماعة الجزائرية بارك الله وفيك ومن الجهة العتاد أيضا العتاد اللي راه ينتج محليا سواء بالنسبة لبانو سولير اللوحات الكهروضائية أو لوحات الكهربائية أيضا كما تفضل في الفيتيار تكلمنا عن لزون ديولور يعني العاكس كل هذا الأمور إذا فرضناها على المستثمر لازم تكون أيضا بمعايير دولية يعني ما نقدرش نفرض على المستثمر أنه يستعمل منتوج محلي وهذا المنتوج المحلي ما شح يلبي الرغبة تاعه يعني يمشي حتى العشرين خمسة وعشرين سنة هذا الأمور يعني التقنية عطلت شوية في الدفتر الشروط لأن دفتر الشروط رح يحتوي على كل توضيحات يعني كما قلت لك أن المستثمر رح يعتمد على كل معطيات اللي رح تكون في دفتر الشروط من أجل إعداد نموذج الاقتصادي الخاص بهذه الشركة شكرا ومثل الحديث يعني المنتجين والخواص كانوا أم أجانب يعني تحدث وزير القطع سيدالي عن تدابير تحفيزية لهؤلاء المستثمرين المشاركين في طلبات العروض المتعلقة بإنجاز محطات شمسية كهروضوئية أو ما يسمى بمشروع الطاقة الشمسية الضخم هل من توضيحات أكثر حول هذه التحفيزات أستاذ دالي؟ تحفيزات أتحفيزات أتحفيزاته التي سوف تيقظ exploserez موسيقى ويقفة لكوة المستقبلية. كيف ترون السيد تساليد؟ كيف ترون الأفاق المستقبلية للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة هنا في الجزائر؟ نظن أنها أفاق وعدة خاصة أنه الحمد لله عندنا الكفاءات يعني عندنا الميكانيزمات اللي يمكن استعمالها من أجل تطبيق برامج يعني سواء على المستوى المتوسط أو القريب أو البعيد واليوم إحنا لما نتكلم مثلا عن الطاقات المتجددة يعني لازم نتكلمش فقط عن المشاريع الكبرى اللي يعني تكلفت أموال بايضة فيما هو شاريع أيضا صغيرة وليمكن تكلف بها مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولما نشوف النموذج الألماني مثلا يعني اللي هو يعتمد بالخصوص على مشاريع بسيطة في البيوت ولهذا يعني ولما أيضا نتكلم على الطاقات المتجددة يعني لازم نتكلم على تطبيقاتها لأنه اليوم فيه بعض التطبيقات اللي يمكن استعمالها مثلا في التبريد في التهوية في معالجة المياه أيضا في إنتاج كما قلنا البيوغاز في أدة تطبيقات اللي لازم أخذها بعين الاعتبار يعني ولهي مشاريع يمكن تكون متوسطة مش مشاريع كبيرة أو مشاريع صغيرة يعني وممكن تنفيذها في أقرب ويمكن تنفيذها في أقرب الأجل وأيضا فيه نقطة مهمة جدا لازم أخذها بعين الاعتبار لما نتكلم على الطاقات المتجددة لازم نتكلم على الترشيد الطاقوي في مختلف المجالات شكرا سيدة صاليت أستاذ مهما بالنسبة لكم ما هي الأفاق المستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحساس؟ أنا بالنسبة لي أعتقد من خلال التجربة ومن خلال اشتغالنا في هذا الحق أعتقد أن الأفاق واعدة فقط نحتاج إلى تثمين قدراتنا في مجال الهندسة لما نقول تثمين قدراتنا في مجال الهندسة تثمين مهند الهندسة أو الحاجة كمكون بشري الكفاءات البشرية وخارجي الجامعة وكفاءات الهندسة على مستوى مراكز البحث وعلى مستوى الجامعات وأيضا كذلك تثمين قدراتنا على مستوى السلاسل الصناعية وأيضا كذلك تعزيز أنا أقول تعزيز العمل فيما بين القطاعات لأن الانتقال التقاوي ليس فقط تحدي وزارة الانتقال التقاوي هو التحدي كل المجموعة الوطنية هو الانتقال التقاوي هو انتقال صناعي هو انتقال رقمي هو انتقال على المستوى المناجم هو أيضاً كما تفضلت في سؤالكم السابق هو أيضاً انتقال اجتماعي وانتقال ثقافي أعتقد أنه من خلال هذا المنظومة لما نعزز هذه أيضاً كذلك على المستوى التنظيم أعتقد أن الأستاذ الشيخي تكلم عن حقاً كلام ممتاز لما تكلم عن دفتر شروط أنا أقول ينبغي للجميع حتى ولو تأخرنا سيدة معالي شهر لكن أنه ضبط دفتر شروط أنا أمي خلال تجربة تحدث ضبط دفتر شروط هو وثيقة أساسية ومرجعية لأنه لماذا؟ لأنه في النهاية نحن كل في المشاريع يحكمنا قانون صفقات وطنية قانون صفقات يقوم على دفتر الشروط لأنه دفتر الشروط هو الوثيقة التي تحكم الاستثمار لما نقوم بضبط دفتر شروط أعتقد هنا النجاح لكن لو أننا نتسرع أو نستجيب فقط إلى رغبات المستثمر لأن حقيقة نكون المستثمرين أنه زمن عندهم لكن نقول أنه قليل من الصبر لكن ضبط دفتر شروط والتوافق حول دفتر شروط وبعث دفتر شروط يستجيب حقيقة إلى حاجاتنا أعتقد سوف ننجح وننجح نجاح شكرا أستاذ مهما كلمة أخيرة أستاذ شيخي إذا سمحت لي كلمة أخيرة لتطمين فقط المستثمرين إن شاء الله الدفتر الشروط سيسلم في غضون هذا الأسبوع بإذن الله إن شاء الله كلمة جزاء السيد دالي لنهوض بهذا القطع الحساس ونقول طاقة سوق طاقة المتجددة وفي النشأة لازم هذا السوق طاقة المتجددة لازم المستهلك البسيط لازم المعاملين المصناعيين لازم يحب في السوق الجزائري لازم يحب أن ينستطل فوتوفولتايك أو يستطل في أين شوفوا صلى لازم يلقاه في السوق هذا لازم المعاملين الصناعيين لازم يكونوا أكثر أغرسيين كما أنهوان في السوق هذه المعدات للطاقات الشمسية لازم تكون متوفرة في السوق الجزائري باش للمستهلك الفلاح ولا للمستهلك البسيط كي حبيزة هي صالحة لازم يكون متوفرة في السوق هذه لازم نعملوها عليها تاني باش نغفروا هذه المعدات في كامل قطب الوطني ماشي في الجزائر فقط لازم كنروحوا من طاقة من المسال إلى تبسة لازم كل هذه المعدات لازم تكون متوفرة في السوق الجزائري باش نعمو باش نعمو 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 شكرا شكرا لحضوركم معنا ولمناقشة الانتقال التقوي رهان التقاط النظيفة المستدامة بهذا نصلوا مشاهدين الكرام إلى ختم هذا العدد من برنامج رهانات الشتو موصول لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة